وخلال نشرة سابقة أوضح معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن هذه الزيارة تحكس العمق التاريخي والعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين بسلطنة عمانة وأضاف معاليه أن زيارة تفتح أفاقا رحبة للبناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات تدعم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين أن هذه الزيارة المباركة تعكس العمق التاريخي والعلاقات الأخوية الوطيدة وأواصل المحبة التي تجمع مملكة البحرين بسلطنة عمان وتؤكد المستويات الرفيعة من العلاقات التي تزداد قوة ورسوخا بين البلدين والشعبين الشقيقين وعندما ننظر إلى العلاقات البحرينية العمانية نجد أنه على مر التاريخ حرص حكام آل خليفة الكرام وصولا إلى حضر الصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه حرصوا على تجديد وتعزيز علاقات التعاون وتدعيم القواسم المشتركة واستثمار وشائج القربة والمودة بما يعود بالنفع للبلدين وشعبيهم الشقيقين إن هذه الزيارة الكريمة تعتبر زيارة نوعية فارقة وتفتح آفاق أرحب نبني عليها ما تحقق من نجاحات وإنجازات ثنائية على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية التي تدعم المصالح المشتركة بين البلدين وشعبيهم العزيزين اشتركوا في القناة